دعا الاتحاد الافريقي مصر والسودان واثيوبيا إلى العمل على وجه الصرع لوضع لمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بدعم من خبراء ومراقب الاتحاد الافريقي قال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جنوب افريقيا سيران راما فوزا إن مكتبة جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الافريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث أوضح تقرير أن التقرير يعكس تقدما ملقوض في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة